السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحات السريعة في موضوع النفس ورقس او في موضوع الكلاش او البيم كوردونيتور ممكن تعمل كلاشات مثلا بين الكولوم وبين الفلور ده مش كلاش بين الاسلاب مثلا والفلور ده مش كلاش تبدأ يعني حتى ممكن يكون فيه كلاش وهمي بس هو مش كلاش وفيه غلط بسيط بس ان ده تحس المرتين بس برضه ده بشودة كلاش احنا مندارع كلاشات اللي ممكن توقف في الشغل في المشروع ده اللي احنا بنركز عليه الحاجة اللي هي ممكن تعمل مشكلة ونلاقي فيها مصيبة الثاني حاجة احنا ممكن نبدأ بالحاجات اللي هي الميجور قوي مثلا الاستراكشور مع الدرينش الانترينش بيبقى صعب التعديل فيه لانه ميقوله حاجات زي كده ومثلا التكيف مع الاستراكشور او مع التكيف اللي بتاحه بتبقى حاجمها كبير بالذات لو هو تكيف مركزي ممكن برضه ان انا لما ابدأ ابدأ بالمسات الكبيرة وبعد كده ابدأ عنزل شوية انا ممكن نشوف ايه كلاشات اللي هي النص متر وبعد كده ابدأ اعلالها اعلالها ثاني حاجة هممكن اسيف الكلاشيات يعني بعد ما عملت كتير قوي اروح ايقول له ايه لا اسيف هالي اكسبورت كلاش تست بحيس ان انا لو رحت مش روح تاني اقول له امبورت كلاش تست واروح داخل على الملف هو تقول له اوبن فيبدأ يستدعم لي هنا وطوله بساطة ممكن تقول له انا عايز اعمل update فيبدأ انه هو يعمل له الكلاشي عندنا برضو هنا في الروز ممكن احط قاعدة معينة مثلا ايه تجاهل الكلاش اللي بين مثلا الفلور والعموت نقول له new وقول له specified selection set وقول له set اللي اسمها مثلا كذا مثلا السلاب مع الكلوم اوكي ما تعتبر همشي crash اتجاه هلو فتقدر تعمل قواعد معينة فلو في اي مشكلة يروح ايه اعمل حسابه ان دي يديه لهم اصفل ان ده مش crash وبعدين لما بتعمل الكلاشيات ويجي هنا النتيجة حاول ان انت تعملهم في category بتعمل group يعني ده group مثلا الحاجات اللي هتحلت ده group مثلا بتاعت الدرقاسة ده group اللي هنقشه اثناء الاجتماع التقسيم دي بتسهل عليها جدا اثناء المناقشة ده انا مش بكلم على البرنامج معين اي برنامج اللي هتستخدمها اللي فيه برنامج كتير التاني حاجة الموضوع مش مش موضوع ان انا اعمل crash detection وخلاص ما اي حد عنده البناج هتدوس عليه الموضوع ان انت تبدأ تتعمل بص هنا مثلا فيه حاجات طايرة فديه حاجة غلط خالص تمام يعني انت مجرد ان انت تعملوك ثروف قلب من المشروع هتلعلك بلاوي فتبدأ ان انت تنتمي للحاجات دي وتبدأ ان ان انت ايه تدرسها ممكن تلاقيه مثلا حتى ما فيهاش سابورتات او ما فيهاش مثلا اعمدة معينة او في حاجة نقصة وهكذا فده لازم تعمل ان انت بتمشي في المشروع وتبدأ تشوف ان كان فيه مشكلة غلقة تمام ممكن تلاقيه عندك هنا اللي هو الشخص دوت يبدأ ايه يمشي معاك او انت تبدأ تعمل زوم في اكتر بمكان بحيث ان انت تكتشف المشاكل اتكتشف Universe اتكتشف اتكتشف جانب المشروع